ممكن لكن حكيت ممكن نحكي يعني من 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 الأول يعني عند الإصابة بما الإصابة بفيروس الكورونا راح تكون عن تلات طرق يا إما عن طريق المخاط اللي يكاين في الفم ولا الأنف وهذا المخاط إيدا يعني الرذادة هداك سواء كن بالعطاس ولا بالكحة راح ينتقل إلى السطح ولا اليدين الطامة الكبرى اللي في اليدين ولهذا ما نصحوش الناس أنه يعطس في يده ومعليك يصافح إنسان ينقل العدو هذه ولا يمس سطح هنا نوضح معلومة أن الفيروس خارج جسم الإنسان ضعيف ما فيهاش نقاش الهوار فقبلة فالأرض فكذا ضعيف ضعيف أي فيروس أي فيروس ما مشهر على الكورونا ضعيف وقته يتفعل ويقول لي ضع قوي كي يدخل جسم الإنسان لأنه التركيبة على الفيروس ما تخليش أنه يقدر يكون قوي إلا إذا إذا التصق بخلية من الجسم الإنسان يلقى البيئة الملائمة البيئة الملائمة تم يستخدم تلك الخلية ليتكاثر في أي فيروس هذه من جهة يعني الناس كي تلقى سطح في كورونا نحن نحاول أنه نقضيه عليه خارجين قبل ما يدخل الجسم أعطيك مع تبound أعطيك ما بزرع بزرع